طيب هل مهندس الميكانيكيا بس هو اللي بيشتغل في عملية اه اه او عملية اطفاق الحريق? لا. في عندي تلات انواع من اطفاق الحريق. في عندي حاجة اسمها وده الممثل في المهندس المعماري. وهناعرف بيعمل ايه دلوقتي بالزبط? ايه فايدة المهندس المعماري? في ان هو يعمل اطفاق الحريق او ان هو يعمل تدابير ان هي تتغلب بعد كده ان ما يحصلش حريق. في عندي بقى اكتف فاير دي اللي هو خلاص. يعني مبنى. المبنى ده خلاص تم انشاؤه. فبالتالي المبنى ده في الماتيريال والمواد بتاعته والحوائط بضاعة حاجزة كلها تتعامل من مواد معينة بحيس ان هي تغلب على الحريق وده احنا نشرحها دلوقتي. يعني خلاص هو قائم حاجة غائمة. دي حاجة بقى بتتفعل. حاجة بتتفعل عندها حدوسها. حريق. مين بقى المسؤول عنها? مسؤول عنها اتنين مهندسين. مسؤول عنها مهندس الكهربا ومسؤول عنها مهندس النجاك. طيب مهندس الكهربا مسؤول عنها في ايه? مسؤول عنها مهندس الكهربا في وهي اجهزة الاشعار او الحساسات اللي بتركب علشان تشعر بالحريق. تمام? بنيجي كده بتلاقي شكل حاجات زي كده بتكون متركبة في السقف. دي بقى حساسات. الحساسات دي فايدتها في منها نوع كتير. في حساس دخان. في حساس حرارة. في حساس لهب. الحساسات دي فايدتها ان هي بتشعر بالدخان فبتديلك انذار. بتشعر درجة حرارة ارتفعت فبتديلك انذار. بتشعر ان في لهب. طب واللهب ده نستخدمه فين? اللي هبدا نستخدمه في الاماكن اللي هي على طول فيها دخان. وعلى طول الحرارة فيها عاليا زي المطابخ. طب انستخدم فيها ارواح تانية من الحساسات. لو في لعب يبقى كده في حريق. تمام? فانا الوقت اتكلمت عن الممثل في مهندس الكهرباء. وعندي بتاعنا اللي هو اللي بيكون بعمل انظمة الاطفاء الاوتوماتيكية واليدوية. وبيكون بتوزيعها في المبنى. علشان انت تقدر تكافح بيها الحريق. تمام? باحنا اتكلمنا كده عن مهندس المعماري. اتكلمنا عن مهندس الكهرباء. اتكلمنا عن مهندس الميكاني. اخر حاجة بقى اللي هي واللي هي ممثلة في الدفاع المدني. الدفاع المدني اللي هي ممثلة فائد الدفاع المدني والمطافي والحاجة زي كده. اللي هم الناس اللي بيجوا يبضوا بقى على الحريق. يعني هل معنى كده. ان انا لو عندي سيستم مسلا رشاشات في المكان هل ده كافي انه هو هكدع الحريق? لا مش كافي. لازم بيكون فيه تدخل في الاول وفي الاخر منين? من المطافي. لو في حريق لازم يكون في تدخل من المطافي. مش معلاء ان انا عندي نظام اتفاق حريق. نظام اتفاق الحريق ده هيساعدك في ان انت تحجم الحريق. بس لازم بيجي بقى المطافي هي بقى اللي بتطفي بقى الحريق بشكل كام. تمام? فانا الوقت عندي تلاتة سكوب اللي هو والاكتف والاكتف ومثلين في التخصصات اللي احنا تكلمنا عليها. طيب نيجي نمسك اول واحد اللي هو المعماري. المعماري مسؤول عن ايه بالزرط? المعماري بيعمل حاجة اسمها ايه ده? شايفين الشكل الموضح قدامكم ده? دي غرف والغرف دي متقسمة زونات دي. بيجي المعماري حسب نشاط كل زونا من دول بيجي عند الاطراف الخاصة بالزونا دي وبيعمل حوائط اسمها بتبقى حوائط بالشكل ده كده بيكون فيه مادة في النص المادة دي بتبنع انتشار الحريقة. تمام? بتحجم الحريق لمدة معينة. حسب سماكة دي وحسب المواد المستخدمة فيها. تمام? فبالتالي المعماري هنا بيجي يعمل الحاجة اللي احنا قلنا عليها اللي اسمها. والفاير زونينج دي حاجة اساسية ومتطلبات اساسية من الدفاع المدني لاعتماد اللوحة. احنا لو بنا اتكلمنا على انت النهاردة البروجيكت بتاعك بيمشي ازاي? البروجيكت بتاعك انت بتعمل التصميم الاول وبعد كده التصميم ده بيتحول لشوب دروينج عند المقاول او في المكتب الفني. وبعد كده بيحصل التنفيذ. تمام? بس في حاجة اسمها رخصة الدفاع المدني. رخصة الدفاع المدني دي لازم انت تاخدها علشان يعتمد المبنى بتاعك ويطلق لحاجة اسمها رخصة. الرخصة دي بقى انت بتروح الدفاع المدني بتقدم اللوحات بتاعتك اللي فيها التصميم النظام الاطفاق بتاعك بالكامل. وفيها كل التفاصيل وفيها اللوحة وفيها اللوحة دي. اللوحة دي اسمها اللوحة دي اللي بيقدمها المعمل اللي هو مقسم فيها البرتشانات وموضح فيها الزونات والحوائط والحاجات زي دي كلها مصدر اساس عشان تاخد رخصة الدفاع المدني للمبنى بتاعك. تمام? آآ وبيعمل حاجة تالية اسمها الووتر كيرتنز. الووتر كيرتنز دي زي وسائل مكافحة بتتركب على المبنى من الخارج زي ستائر مية. حيس ان هو بتتركب في اماكن معانا عشان تمنع برضو انتشار الحريق. ودي هنشوفها مع بعض برضو قدام. في عندي بعد كده آآ مهندس الالكتريكل وتكلمنا عليه اللي هي والفاير الارب وسائل انظار الحريق والاحساس بالحريق. في عندي وده تكلمنا عليه برضو. ده اللي هي الحوائط الخاصة بتحجيم الحريق المسؤول عنها المهندس المعماري. هو المسؤول عن اختيار دي طبعا لنشاط المبنى وطبقا لخطورة الحريق اللي موجود في المبنى. بيبتد ان هو يختار المناسبة للمكان ده. تمام? وده شكل برضو في عندك هنا دي الحساسات ودي اللوحة اللي هي الخاصة بالانظار بقى والالارم والادراس والحاجات اللي زي كده. ده الفاير فايتنج سيستم. طبعا ليسا نتكلم على انواع كتير في الفاير فايتنج سيستم. بس النوع اللي قدامنا ده اللي هو نوع النظام الاتفاق بالغاز. بيكون استوانات كده بالشكل ده. وده الفاير فايترز اللي هو الدفاع المدني. ترجمة نانسي قنقر